أروان مبروك الفيلم وأهلاً وسهلاً بك معنا في لايف ستايل الله يبارك فيك والتحية لكم ولكل طاقة بالمرامج وشكراً على الإصطلاق والمقدمة الحلوة شكراً لك أروان الفيلم مستوحى من أحداث حقيبية صارت في 2018 نباك كده تقول لنا وتقول المشاهدين كده ملخص صريع عن قصة الفيلم بس طبعاً من غير ما نحرك أي شيء والله من غير ما نحرك ما نحرك إن شاء الله اللحظة طبعاً صارت في 2018 يعني مش من فترة بعيدة جداً ولكن المغزر والرسالة من هذا الفيلم الأهواني يعني أنا ما بغي أحرق تفاصيل الفيلم ولكن ما بغي أتكلم عن التضحيات شهدانا ولا التضحيات والقوات المسلحة الإماراتية اللي راح تشوفون إن شاء الله في هذا الفيلم اللي هي رسالة الأخوة والصداقة وإذا كيف الواحد منهم كجنود يعني يستعد أن يضحي بنفسه كرمال أن ينقذ صديقة في هذا الكمين طبعاً فكرة فيلم الكمين كما تفضلت من فكرة قصة واقعية الدور حول ثلاث جنود الإمارات تعرضوا لكمين من قبل المتبردين فتخيلوا يعني اختصر حقيقياً نحن ممكن اختصرناه كولاً فيلم ولكن اختصر حقيقياً وقعي الجنود في هذه الحادقة وفي هذا الكمين يعدوا تقريباً حول الخمس وست ساعات ضرب أر بي جي من كل الجهات فكيف استطاعوا البوات المسلحة الإماراتية ينقذون الثلاث جنود الذين وقعوا في هذا الكمين أكيد ما هو كيف صعب طبعاً لكن مروان انت بتجسد دور الراكيب الشهيد علي المسماري وهو واحد من الأبطال البواسل اللي شاركوا في عملية إعادة الأمل قول لي ازاي حضرت لعب الدور ده يعني هل توصلت مع معرفه وعيلته عشان تتقرب من الشخصية وأبعدها والله شوف من المحاصن صدرت أن أحد المثلين اللي معانه اسمه سعيد الهرش المسماري هو أيضاً ابن عم رحمة الله عليه الشهيد علي المسماري أول ما يعني بعد ما صار الكاستنج وتم اختيار المثلين وطاقم العمل رحت لسعيد أسألتك لسعيد بس خبرني علي الله يرحمه كيف مواصفاتك كيف قال لي أنت لا تكثر ولا تزيد ولا تغير وحتى من ناحية الشبه قال يعني في مواصفات رحمة الله عليه يعني في مشابه لك ولكن الفضول طبعاً زاد عندي تواصلت مع الشقاءة الشقاء علي رحمة الله عليه وسمعوني كلام طيب فقد أبغي أدخل فيه علي الإنسان أكثر يعني أنا عرف الأحداث أبغي أعرف عليه أكثر مع عايد مع ابناء مع أخوانه كيف كان أيضاً في السكن مع الزملاء كان يعني رحمة الله عليه صاحب قرار رياضي جداً كان أذكرني قالوا لي هو عمل جيم خاص في المعسكر علشان الشباب يتمرنون معه فأخذت بعض هذه الخصالة من الشهيد علي رحمة الله عليه وطبعاً بعد السيناريو تطورتها معاً طيب ماروان تم تصوير الفيلم بالكامل بالإمارات بس أين بالضبط؟ تطورناه في وادي ووادي نقب في منطقة إمارة راس الخيمة حسناً لأنه لوكيشن كتير حلوة شكراً لك